بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أحبابي أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي حياكم الله في لقاء متجدد على مائدة اللغة العربية تحديدا في مادة لغتي من هذا الفصل الدراسي الثالث حياكم الله يا حبتي مع درس جديد لهذا اليوم بإذن الله عز وجل أشرف أن أكون بصحبتكم أنا المعلم علي ابن محمد الأحمري وبرفقتي في لغة الإشارة المعلمة مناء السحالي أهلا بكم يا حبتي وهيا بنا نستعرض سويا شريحة درسنا لهذا اليوم إذن الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثالث المادة لغتي وموضوع درسنا أحبتي لهذا اليوم درس جديد بعنوان نورة وشهر رمضان قراءة النص قراءة النص واحد باللون الأزرق كما يظهر أمامكم يا حبتي الوحدة الزرقاء الوحدة الثامنة بعنوان مناسبات إذن هذه الوحدة ودروسها تتحدث عن المناسبات التي تمر علينا خلال أيامنا وحياتنا ويظهر هنا يا حبتي في صورة الوحدة أحسنتم من هذه؟ أحسنتم نورة تقابل صديقتها هنا وصديقتها برفقة إخوانها إذن بالتأكيد يا حبتي أن المناسبات لا طعم لها بدون الاجتماع فالمناسبات تحلو بالاجتماع مع الأصحاب مع الأقارب مع الوالدين بالتأكيد قبل هذا إذن كما يظهر أمامكم هذه الوحدة الثامنة وسنأخذ بمشيئة الله أول دروسها القرائية كما يظهر أمامكم يا حبتي على اليمين في الأعلى الدرس الأول هذا هو الدرس الأول من دروس هذه الوحدة سبق أن أخذنا بالتأكيد نص الاستماع والنص الشعري وملاحظة بعض الصور كل هذا أخذناه في مدخل الوحدة ولكن هنا هذا هو أول الدروس الأساسية التي نقرأ فيها كلمات وبشكل دقيق مركز ونقيم أنفسنا في بعض المهارات اللغوية إذن هذا هو رقم الصفحة بارك الله فيكم يظهر على يساري الشاشة رقم الصفحة واحد 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 مئة واحدة عشرة هذا هو رقم الصفحة ويظهر يا حبتي هنا رابط الدرس الرقمي الذي من خلاله تستطيعون الوصول إلى هذا الدرس الجميل وبقية دروس هذه المادة مادة لغتي إذن نفتح سوياً على الصفحة المطلوبة ونستعد لبدء أولى فقرات درسنا كالمعتاد يا حبتي في الدروس القرائية نبدأ أولاً بالملاحظة البصرية بأعيننا فقط نلاحظ ماذا؟ الصور نلاحظ الجمل سريعاً هذا أول شيء نفعله ثم بعد ذلك ننتقل إلى القراءة المركزة من المعلم ثم من المعلم مرة أخرى ثم التكرار مع المعلم ثم الفرصة تتاح لكم لكي تقرأوا بأنفسكم ثم بعد ذلك تقيموا أنفسكم على ما قرأتموه إذن نبدأ في أول شيء الملاحظة البصرية لاحظوا بارك الله فيكم نبدأ بالصور ماذا نرى في هذه الصورة الظاهرة أمامكم في صفحة 111 حسنتم بارك الله فيكم يظهر هنا الأب والأم وكذلك نورة وأيضاً من هذا؟ أحسنتم إنه ياسر الأب هنا يحمل في يده ماذا؟ صحيفة ورقية وكأنه يتحدث بأمر ما ويشير بيده بالرقم ماذا؟ أحسنتم برقم واحد يا ترى على ماذا يتحدث؟ وهنا يا حبتي تظهر ملامح البهجة على محية الأسرة جميعاً الأب والأم ونورة إذن ماذا حدث؟ كل هذا سنتعرف عليه بعد قليل كذلك يا حبتي لاحظوا الجملة المكتوبة هنا والجملة التي تلتها لاحظوا بارك فيكم هذه الكلمات بأبصاركم انظروا لها هناك كلمات بالتأكيد مرت علينا في دروس ماضية وهناك بالتأكيد كلمات جديدة فاللغة العربية تسخر بالتنوع الشديد والكثرة في المفردات اللغوية والكلمات اللغوية إذن بعد أن لاحظنا هذه الصور التي أمامكم دعونا نقرأ وكالمعتاد يا حبتي سيقرأ المعلم وأنتم يا أحبابي فقط تنصتون أحسنتم نعم إذن أنا سأقرأ وأنتم تنصتون وكذلك من المهم جدا أثناء إنصاتكم أن تلاحظوا بأبصاركم الكلمات التي تسمعونها هيا بنا سأبدأ في البداية بقراءة متأنية نورة وشهر رمضان من علمتي الأسرة بدخول شهر رمضان ففريحت طلبت نورة من أبيها أن تصوم معهم إذن بعد أن تهينا يا حبتي من القراءة المركزة هيا بنا يا حبتي نقرأ قراءة أسرع قليلا سأقرأ أنا وأنتم تستمعون ولاحظوا بارك الله فيكم إلى بعض الأشياء التي سوف أشير إليها بالقلم الأحمر الأحمر فهذه من المهارات التي ينبغي أن تنتبهوا لصوتها أثناء قراءتي هيا بنا سأريدكم أن تلاحظوا هذا الصوت عندما يمر علينا كذلك هذا الصوت هذا الصوت هذا الصوت كيف ينطق كذلك هذا الصوت وأيضا يا حبتي هنا عندما تتقي هذه الحركة بهذا الحرف ماذا يحدث كلمة وكلمة أخرى كذلك في السطر الثاني لا أريد أن أثقل عليكم بالملاحظات ولكن أريد منكم فقط أن تلاحظوا كلمات السطر الأول التي أسفلها خط أثناء القراءة وبقية الكلمات مرة أخرى سأقرأ لاحظوا علمة الأسرة علمة الأسرة علمة الأسرة بدخول شهر شهر رمضان المد ففرحت حت ففرحت مقطع ساكن مرة أخرى علمة الأسرة بدخول شهر رمضان ففرحت ففرحت طلبت نورة من أبيها أن تصوم معهم معهم والآن يا حبتي أريد منكم أن تكرروا خلفي هل أنتم مستعدون؟ إذن هنا يا حبتي قبل هذا كله يقول أن الأسرة عندما علمت بدخول الشهر فرحت شهر رمضان فبعد ذلك طلبت نورة من أبيها أن تصوم معهم هيا بنا كرروا خلفي نورة وشهر رمضان انتبه يا حبتي إلى المهارات التي علمناكم المقطع الساكن والمدد علمت الأسرة بدخول شهر رمضان ففرحت طلبت نورة من أبيها أن تصوم معهم بارك الله فيكم أحبتي الآن أريد منكم أنتم أن تقرؤوا هيا بنا نصف دقيقة لقراءة هذين السطرين ثم نعود ترجمة نانسي قنقر إذا أحبتي بعد أن قرأنا هذين السطرين هيا بنا نقرأه مرة أخيرة حتى نعرف الصواب من الخطأ فيما قرأناه قبل قليل علمت الأسرة بدخول شهر رمضان ففرحت طلبت نورة من أبيها أن تصوم معهم ننتقل بارك الله فيكم إلى البقية من هذه الصفحة 111 إذن نلاحظ نفس الصورة التي قبل قليل ولكن هنا الأب ربما يتحدث مع نورة عندما طلبت فقد تعرفنا قبل قليل أن نورة طلبت من الأب أن تصوم معهم هنا يا حبتي سوف أقرأ أريد منكم بارك الله فيكم أن تركزوا فيما سيقرأ لاحظوا يا حبة الكلمات قبل أن أقرأ لاحظوا الكلمات بارك الله فيكم وميزوا الكلمات التي مرت علينا سابقا والكلمات الجديدة حسنا الآن سوف أقرأ ركزوا معي أنصتوا وشاهدوا فقط قال الأب قال الأب ما تزالين صغيرة يا بنيتي لاحظوا أحبتي لاحظوا أحبتي كمية المدود هنا وتنوعها بين آ أو إي أو أو مرة أخرى قال الأب ما تزالين صغيرة يا بنيتي ردت نورة قائلة ردت نورة قائلة أرجوك يا أبي دعني أحاول الآن يا أحبتي بشكل أسرع قليلا ولاحظوا يا أحبتي بارك الله فيكم ما أخبرناكم عنه المدود لاحظوا هنا المد كيف صوته قاء كذلك هنا كيف صوت المد ما تزالي كذلك في نورة نو كذلك في أرجوك أرجوك تنوع صوات المدود على حسب الحرف المكتوب سأقرأ الآن قال الأب ما تزالين صغيرة يا بنيتي ردت نورة قائلة أرجوك يا أبي دعني أحاول الآن يا أحبتي أريد منكم أن ترددوا خلفي رددوا خلفي قال الأب بنفس الصوت المد عندما أقول قال فأريد منك عزيزي أن تردد بنفس الصوت قا مد حسنتم قال الأب ما تزالين سينتم تطبيق رائع للمدود ما تزالين صغيرة صغيرة يا بنيتي صغيرة ردت نورة قائلة أرجوك أرجوك يا أبي دعني أحاول بارك الله فيكم يا أحبتي الآن الدور عندكم لكي تقرأوا هذه القطعة وهذه الكلمات من قال الأب إلى دعني أحاول هيا بنا نصف دقيقة ثم نعود ترجمة نانسي قنقر لكراءاتكم الرائعة الجميلة الآن قبل أن ننتقل إلى بقية ما هو مكتوب في هذه الصفحة دعونا نقرأ ونستمع إلى الكراءة الصحيحة قال الأب ما تزالين صغيرة يا بنيتي ردت نورة قائلة أرجوك يا أبي دعني أحاول بارك الله فيكم يا أحبتي الآن في نفس الصفحة بارك الله فيكم في أسفلها تظهر لدينا صورة ثانية في هذه الصورة من يظهر؟ أحسنتم إنه الأب و يحيط بذراعه بابنته من هي؟ أحسنتم إنها نورة هنا يا أحبتي نلاحظ الكلمات المكتوبة على يمين الشاشة قبل أن نقرأها بالتأكيد أن هذه الكلمات معظمها مر علينا قبل قليل وكذلك مر علينا في السابق هيا بنا نقرأ قراءة مركزة أنصتوا ولاحظوا بأبصاركم فقال الأب حسنا يا بنيتي بارك الله فيكم يا أحبتي أحسنتم مرة أخرى سأعيد الكراءة ولكن أريد منكم أن تلاحظوا هنا هذه المهارة عندما أمر عليها كيف تنطق كذلك هذه هيا بنا مرة أخرى فقال الأب حسنا حسنا يا بنيتي بنيتي فقال الأب حسنا يا بنيتي رائعون يا حبتي إذا لاحظنا هنا صوت التنوين تنوين الفتح كيف ينطق الكلمة حسنا ولكن مع التنوين قلنا حسنا نن صوت الن وصوت تنوين الفتح حسنا يا بنيتي المهارة هنا هي مهارة الشدة مع الفتحة بني لاحظتم يا حبتي صوت الياء لم نقل بنيتي بل قلنا بني شددنا صوتنا عندما وصلنا إلى صوت الياء بصوت الفتحة حسنا الآن أريدكم أن ترددوا خلفي فقال الأب حسنا يا بنيتي الآن يا حبتي أريد منكم الآن أن تقرؤوها الآن لا حاجة لوقت لقراءة هذه الجملة البسيطة هيا اقرؤوها لاحظوها أحسنتم ما شاء الله عليكم نعم 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 بارك الله فيكم صحيح سأقرأها يا حبتي للتأكد فقال الأب حسنا يا بنيتي سوف نتوقف يا حبتي في نهاية هذه الصفحة صفحة 111 سوف نكمل بشاية الله بقية قراءة النص والقصة ماذا حدث هل صامت نورة أم لم تصم كل هذا سنتعرف علي في الدرس القادم بمشيئة الله ولكن لاحظنا يا حبتي أن الأسرة في البداية فرحت تباشرت بمقدم هذا الشهر المبارك ثم بعد ذلك طلبت نورة من تلقاء نفسها أن تبدأ وأن تصوم مع أهلها ربما صغير سنها أخبرها أبوها أنها لا زالت صغيرة فقالت دعني أحاول يا أبي أنا أعلم وأعي قدراتي ولكن دعني أحاول فرد عليها الأب وقال حسنا يا بنيتي بارك الله فيكم أحبتي أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول ألتقيكم بمشيئة الله في الدرس القادم لكي نتعرف ماذا حدث مع نورة وصومها السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر